طب ما كان من بدري يا عم من غير ما ننزل فيلم ونعمل مراجعات ونشوف نقده وتقييمه وحاجات من دي كلها انا رأيي كان حيبقى واضح جدا من البداية لو قلتلي ان انا بفكر اعمل فيلم الانت مان ما فيهوش شخصية لويز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في مراجعة جديدة من فيلم جامد والفيلم اللي حنتكلم عنه النهاردة هو انت مان اند واسب كوانتمينيا حنتكلم في الاول مراجعة بالكامل بدون حرق عادي وفي الاخر حيكون في فقرة سريعة نتكلم فيها في كام نقطة كده بحرية حرق احداث الفيلم بتبدأ بتتبع شكل حياة سكوت لانج في الوقت الحالي بيستمتع بكونه مشهور كاتب كتاب بيحكي فيه قصة حياته عايش تجربة عاطفية جميلة جدا مع هوب وبيحاول يخصص وقت اكبر لبنته كاسي ولكن للأسف الطبيعة الجديدة بتاعت كاسي فيها قدر كبير من التمرد تمرد على شكل حياة ابوها نفسه لانها مش مبسوطة بالهدوء اللي هو عايش فيه وبتحاول تخوض مغامراتها النملية الخاصة وده بمساعدة هوب وهانج بيم والنتيجة زي ما شفنا في التريلر بتكون اختراع جهاز للتواصل مع عالم الكام الاختراع اللي ما بيشتغلش بشكل كويس وبيسحب الرباعي بتاعنا بالإضافة لجانت فان داين لعالم الكام عشان يلاقوا نفسهم في مغامرة جديدة ومواجهة خطيرة جدا ضد كانج فيا ترى ايه اللي حيحصل انت مان ان دا واصب كوانتمينيا هو إشارة الانطلاق للمرحلة الخامسة في عالم مارفل السينمائي واللي أنا شخصيا كنت متفائل بيها جدا لأننا أنهينا المرحلة الرابعة بشكل كويس مع فيلم وكان دا فوريفر وعموما أنا في الام سيو بدخل أفلام الأبطال الأقدم نسبيا وأنا متطمن أكتر لأن عندهم مقاومات وعوامل كتير بتضمن النجاح أو بمعنى أدق متجربة ونجحة بالفعل فكل المطلوب منك هو إنك تعتمد على العوامل دي تكتهد شوية في القصة وفي المغامرات الجديدة تواكب النقطة اللي احنا واقفين فيها في العالم بشكل عام وتمشي بينا لقدام حتى لو مش خطوات كتيرة دا اللي كان حصل في الجزء الثاني من سلسلة أفلام أنت مان بفيلم أنت مان أند واصب فمش عارف ليه كونتومينيا من أول وهم حسسني أنه أمام معادلة ملهاش حل البداية كانت مع تجريد تام لشخصية سكوتلانج من كل عناصر الجذب اللي كان بيمثلها بول راد يعني أنا ما حسيتش بروح التكسيد بتاعه إلا شوية في بداية الفيلم وشوية في نهاية الفيلم وبس عندنا كمان نقل كاسي لخانة مراهقة بإمكانيات فريدة جدا متقدمتش بشكل كويس على الإطلاق نضيف كمان الحضور الباهت جدا لشخصية هوب رغم أن عنوان الفيلم ما زال بيحمل اسم شخصيتها وزي ما قلت في البداية التخلي طوعية عن شخصية لويز وأصدقاء سكوتلانج ودول كانوا من سفراء الكوميديا المضمون نجاحها جدا طيب يا سيدي أنت بتتخلى عن عوامل نجاحك بإيدك عشان تعمل إيه بقى؟ عشان أقدم نمط جديد نسبيا مغامرة بعدد شخصيات محدود؟ بتدور بالكامل في عالم إحنا مش عارفين أبعاده؟ بطلنا بيهدف فيها إن هو يرجع بنجاح للعالم بتاعه بينما الطرف الشرير بيهدف لاستغلاله يعني إحنا من الآخر خدنا أنت مان غسلناه من كل ما يجعله أنت مان ورميناه في نفس الآلب بتاع طور راجناروك وطور راجناروك واحد فقط من أفلام كتير جدا حتيجي في بالنا واحنا بنتفرج على كوانتمانيا فيلم تاني جيف تفكيري مباشرة هو ستار وورز A New Hope وبالتحديد المشاهد المجنونة بتاعت استعراض الإيليونز فيلم تالت هو سبايدر مان نووي هوم ومن التريلر أصلا الجهاز اللي بيشتغل بدون أي مقدمات وبيكون سبب في تفجر كارثة آه في سبايدر مان كانت تعويذة ولكنها نفس الفكرة ناخد بس دقتين كلام قبل اللي احنا بنبتدي نعمله وكل شيء كان حيمشي كويس وطبعا من العدل إننا نفتكر كل أفلام عالم مارفل السينمائي تقريبا وإحنا بنتفرج على كوانتمانيا بطل شرير صراع على حاجة المجافن وزي أغلب أفلام عالم مارفل الغرض ده مزروع بالعافية من أجل دفع الحبكة بتاعت الفيلم ده بس الكوميديا حضرة في الفيلم ولكنها بكل تأكيد أقل بكتير من الجزء الأول والتاني والتعويض بيجي في شكل تحميل أكبر على الجانب الدرامي والعاطفي وبكل تأكيد جوانب المغامرة بقى لي كتير بتكلم بشكل سلبي فخلونا نروح للجانب الإيجابي أولا وهو أبعاد المغامرة الفصول بتاعتها متنوعة والأبعاد بتاعتها كتيرة مواجهات وتحديات كتير والأسباب مختلفة الأفضل فيها كان في النص التاني من الفيلم وبالأخص في المرحلة بتاعت انسحاق جانب الخير دي يمكن تكون أكتر مرحلة أنا تواصلت معها كمشاهد حسيت بخطر حقيقي وخصوصا لأن تكسيد جانب الشر كان موفق ولأن التريلر كمان كانت موفقة في تصدير بعض القلق عند المشاهد على مصير بطلنا تحديات فصول النهاية كمان كانت كويسة جدا مع استثناء بسيط حتكلم عليه فقرة الحرق بصريا كمان الموضوع كان كويس جدا مش حاوصة لدرجة أن أنا أقول أنه كان متجدد بالكامل أو كان مبهر بس كان فيه قدر معقول من التجديد وبعض التحديات اللي مش سهلة بس على الرغم من كل الإيجابيات دي مشاهد الأكشن ما كانتش أحسن حاجة برضو على الرغم من أننا منقوعين في المؤثرات البصرية ولكن اللقطات بتاعتنا قصيرة جدا وسريعة جدا في أوقات كتير فقدت الإحساس بمين بيدرب مين أو في المواجهات الكبرى مين اللي كسبان ومين اللي بيخسر الجانب الدرامي والعاطفي بقى كان مليان عك في بداية الفيلم المعضلة العاطفية كلها كانت إحباط البنت في شكل حياة أبوها الجديد عشر دقايق ربع ساعة من النقطة دي تقريبا والفكرة دي كلها ما بقتش في دماغي من أساسه حصل انتقال حاد لبؤرة التركيز من سكوت لانج لجانت الأسرار اللي عندها والغموض المحيط بتجربتها في عالم الكم وتأثير ده على علاقتها بهانك وعلاقتها بهوب وبعدين لما رجعنا مرة أخرى لسكوت لقينا التركيبة العاطفية اختلفت تماما العنوان دلوقتي بقى الوقت الكتير اللي غابوا عن حياة بنته والأخطار اللي بتقابلهم واللي بتخليه أكثر شراسة في الدفاع عنها ويمكن في الآخر خالص بنفتكر ان عنوان الفيلم فيه أنت مان أند واصب وشوية من ارتباطهم العاطفي بيطفوا على السطح مفيش أي حاجة من دي وحشة يا جماعة بس طريقة التناول والانتقال كانت عشوائية جدا لدرجة ان فيه بعض الأفكار الدرامية حسيت انها تقطعت في نصها فالمعادلة بتاعتنا في النهاية هي أننا خدنا كتير قوي من الكوميديا حطينا في المغامرة وكنا موفقين وده مش تحدي كبير قوي لأنه عموما عناصر المغامرة في الفيلم الأول والتاني كانوا كتير وكانوا كافين وبرضو كانوا موفقين وحملنا كذلك على الدراما والعاطفة وده رهان ما كانش في محله خالص ونتيجته هي أن التجربة بشكل عام كان فيها أوقات كتير مملة آه يا جماعة وأنا بتفرق كبس علي النوم كتير والتوبت كتير حتى في اللحظات اللي كنت بصحصح فيها وببتدي أعيش مع الأحداث كنت بلاقي أدوات سردية مش في محلها خالص عدد كبير من المنتجات عدد كبير من الفلاشباكس أكتر من مرة شخصية تنفرد بالميكروفون وتقعد تحكي لنا اللي حصل وفي كل مرة ده كان بيحصل دماغي كانت بتتقل أكتر على مستوى الأداء التمثيلي مش هقدر أخفي إحباطي في بول رود أو زي ما قلت في توظيف عوامل الجاذبية عنده داخل أحداث الفيلم الجديد زي ما قلت برضو إفانجلين ليلي في دور هوب حضور باهت جدا مايكل دوجلس في دور هانك بيم مشاهده مش كتيرة قوي زمنه على الشاشة مش طويل بس تأثيره محسوس وحضوره مميز ميشيل فايفر في دور جانت فانداين أصلا مجازا ممكن نقول عليها بطلة الفيلم وعندها عامل مهم جدا وهي إنها من فريق البطولة الأساسي ومع ذلك إحنا لسه مش بعناش منها والشخصية كمان جاي علينا بعدد كبير من الأسرار وحالة الغموض ديت هي جسدتها بشكل كويس جدا كانج The Conqueror بتكسيد جوناثان ميجرز هو أفضل حاجة في الفيلم وعاوز قدي الفضل الأكبر للتكسيد مش لتصميم الشخصية جوناثان ميجرز كان ممكن يكون بيقدي أي شرير وبرده كان هيبقى العنصر الأبرز في الفيلم أفضل لحظاته في الفيلم البساطة هي اللي بيتكلم فيها إحساس التهديد اللي هو بيصدره لك كافي جدا بعيدا عن إدراكك للقوة بتاعت الشخصية أنا حسيت إن أنا قدام حاجة فريدة في عالم مارفل السينمائي ما بتحصلش كتير ممثل كويس لأ مش ممثل كويس بس ممثل كويس قوي لدرجة إنه ينسيك العكة اللي انت موجود فيها جماعة من مهام فيلم كوانتومينيا هو إنه يحركنا لقدام مسافة معقولة في مفهوم عالم الكام ومفهوم العوالم الموازية وزي ما قلت كتير قبل كده دول مفهومين لغاية دلوقتي داخل عالم مارفل السينمائي متقدموش كويس أنا كمشاهد مش حاسس إن أنا مدرك لكل الأبعاد وكتير جدا من اللي بيتقال قدامي واللي بيتبني عليه مش فهمه والفيلم ده مش استثناء كل اللي بيعمله هو إنه بيعقد الدنيا أكتر وبيحتوي على تصريح مباشر من مارفل إنهم مش هيعملوا أي حاجة أكتر من كده عشان يشرحوا لك وده كله بيتجسد بشكل أو بآخر في شخصية كانج شيل بقى تاكسيد جونتان ميجرز من الكيان ده مايفضلش أي حاجة وعلى مستوى الوشوش اللي كانت في التريلر وكنا منتظرين نشوف ظهورها في الفيلم بيل موري ممكن نعتبر إنه ما كانش موجود في الفيلم من أصله لإن الظهور ده يعتبر إهانة أنت مان أند واصب كوانت مينيا لو هو اللي بيرسم الطريق بتاع المرحلة الخامسة في عالم مارفل السينمائي فهاية لهوي انطلاقا من المرحلة الرابعة ومارفل أخفقت بالكامل في تقديم كل الشخصيات الجديدة وكل المفاهيم الجديدة شبكة الإنقاذ بتاعتنا كانت الشخصيات الأديمة فلو ده اللي انتوا نويين تعملوه فيهم يبقى عليه العوض ومنه العوض كوانت مينيا كان من شأنه أنه هو يدخلني على فوليوم 3 من جارديانز اوف ده جالكسي وأنا متحمس ولكن للأسف اهتمامي بالفيلم قال لي كتير بعد اللي شفته ده تركيبة نجحة ومضمونة نجردها من كل عوامل النجاح بتاعتها ونحملها تحديات مش بتاعتها إطلاقا والهدف هو دفع مفاهيم مهمة جدا للأمام وهي الحد دلوقتي نص سوى والنتيجة في النهاية تجربة مملة ومربكة ومحبطة في أغلب تفاصيلها تقييمي لفيلم أنت مان أنت واصب كوانت مينيا هو 4 من 10 والفيلم ده من غير جوناتان ميجرز كان راح في مناطق سيئة جدا في مناقشة الحلقة عاوز أعرف تقييم حضراتكم لتقديم عالم مارفل لمفهوم العوالم الموازية وعالم الكام هل كان كافي هل كان وافي هل حضراتكم فهمتوا بالكامل لو بتتفرجوا على الأفلام بس ياريت تساهموا برأيكم في الكومنس ويلا بينا نخش بسرعة نتكلم في كم نقطة كده بحرية حرق أهم وأكبر نقطة عاوز أتكلم فيها بحرية حرق هي شخصية مودوك لأن اللي أنا فهمه إن الشخصية دايت لها أهمية شوية وليها تمثيل داخل الكتب المصورة مختلف طبعا عن اللي تم تقديمه داخل الفيلم لأن المرة دي إحنا ربطناه بشخصية دارن اللي جسده كوري ستول وداخل الفيلم دا عملنا له تكسيد بصري من أغرب ما يمكن وبصراحة عجبني لأنه كان صادم وواضح جدا أنه هو مليان عيوب وواضح جدا أنها عيوب مقصودة وما تضيقتش أبدا من حدود الابتكار في أننا نربطه بالأفلام السابقة أو بشخصية ممكن تكون كانت ظهرت في الجزء الأول اللي عندي مشكلة معاه فعلا هو مساهماته داخل المشاهد الحركية أو مشاهد الأكشن لأن اللي كان بيعمله وطريقة الهجوم بتاعته والنتيجة بتاعتها ما كانتش مفهومة خالص وفي النهاية هو كان عنصر مهم في تقلب أنا بحبه جدا لما بيتم تقديمه في أي فيلم وهي الشخصية الشريرة لما بتقلب شخصية كويسة ولكن هنا هي تمت بأسوأ صورة ممكنة لأنها تمت بسرعة جدا وبمجرد لما كاسي قالت كلمة عابرة كده فهو اقتنع ورح قالب قناعاته بالكامل وكويس إن المفروض إن الشخصية بشكلها ده ماتت داخل أحداث الفيلم النقطة التانية اللي عاوز أتكلم عنها هي نهاية الفيلم وما يترتب عليها في المستقبل فهمنا من المشاهد الإضافية إلى بعد تترات النهاية ترسيخ أكبر لمفهوم الفاريانتز وهو إن كانت دوت موجود منه نسخ كتير في أكوان كتير بأشكال كتير والطريقة اللي تم تقدمها في المشهد الإضافي الأول مجنونة جدا لأنهم يملوا ستاد وإن الزعماء بتاعهم اللي هما كمان كانجات يعني هما اللي نفوا كانج دا كونكرر الشرير بتاعنا داخل أحداث الفيلم ده في عالم الكم والمراء دي هما بيحشدوا قواهم لمحاربة أيا كان اللي ممكن يكون قد كشف سرهم في المشهد الإضافي التاني بنرجع نربط شوية مع مسلسل لوكي وممكن نكون بنقدم للي ممكن نشوفه في الموسم التاني جايز من المشهد ده أنا توقع أن الموضوع دلوقتي حيبقى عملية مطاردة للفاريانس بتوع كانج مش حاسس خالص أن دي ممكن تكون مقدمة لعودة لوكي للعالم السينمائي أتصور بس أنه في المقام الأول كان مشهد ترويجي من أجل المسلسل يبقى معنا في النهاية أنت مان أو سكوت لانج اللي انتصر في نهاية الفيلم ده انتصار مارفلي بحت يعني هو كسب والشرير مات طبعا بما أننا كنا وصلنا للفيلم التالت أنا ما كنتش مستبعد أن يتم إنهاء الشخصية عند هذه النقطة ودي الحاجة اللي بقول أن التريلر بتاعة الفيلم لعبتها صح ولكنه مكمل ومكمل بشكل عادي تماما هنا بقى عندنا أزمة في حدود الشخصية بتاعته هو لأن أنا مش شايف أن يطلع منها أي شيء جديد والفيلم ده بكل تأكيد ما بيثرش أي اهتمام بمستقبلها كاسي كذلك للأسف مش شخصية مطيرة أبدا للاهتمام حتى دلوقتي وهي عندها إمكانيات وعندها بدلة وبتقدر تعمل اللي دواسب وأنت مان بيعملوه مستبعد كذلك أن احنا في المستقبل نقدم مغامرات أبسط من بطولة أنت مان لأنه دلوقتي بقى بيتصدر المشهد الجديد بأبعاده المعقدة لو أنا مدرك الأمور كويس ده أول واحد من الأفنجرز بتوع العالم بتاعنا بيقابل نسخة من كانج مش عارف لو ده انتقاض للخطوط بتاعت الأحداث ولا انعكاس لأحباطي من حدود الفيلم ده اللي كنين جائزين بس ما اعتقدش أن أنا عندي أي نقطة تانية عاوز أتكلم فيها بحرية حرق أي مناقشات أخرى ممكن نعملها على البث بتاعنا ألف شكرا لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شارو ولايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجد لكم الحلقات أول باول تابعوني على فيسبوك تويتر وإنستجرام وبي باي